موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامج في أرويقة رمضان تعود الناس في مثل هذا اليوم يوم 17 رمضان أن يتحدثوا عن غزوة بدر الكبرى طبعا هذه غزوة فارقة في مصير الإسلام وفي مصاري التاريخ كله وبالتأكيد فالكثيرون منكم سيسمعون هذا اليوم حديثا عن هذه الغزوة التي تستحق دائما أن نتعلمها ونستعيد أحداثها ولأن كثيرين سيسمعون آثرنا أن نذهب نحن إلى موضوع آخر ينظر أن يتكلم فيه أحد في مثل هذا اليوم وذلك لكي تتكامل الجهود ولكي تتم الإفادة موضوعنا اليوم هو موضوع مؤلم وحادثة شديدة بل أمر شديد القسوة على نفس المسلمين جميعا في مثل هذا اليوم في عام 40 للهجرة كانت الطعنة الغادرة الشقية من أشقى الناس من عبد الرحمن بن ملجم على رأس سيدنا ومولانا رابع رجال الإسلام وفقيه الصحابة وربيب بيت النبوة وخلاصة الخلافة الراشدة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا أول أمس مسسنا سيرته رضي الله عنه بشكل سريح حين تحدثنا عن ذكرى مولدي ولده السيد الأجل الكبير خاتمة الخلافاء الراشدين سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب الذي أصلح الله به بين المسلمين وحان الوقت الآن في ذكرى استشهاد أبيه أن نتكلم عن سيرته وسيرة علي رضي الله عنه الكلام عن سيدنا علي لا نهاية له وكل مطالعة جديدة في سيرته تأتينا بكثير من الدروس الجديدة التي نستفيدها منه فقها وعلما ويعني يكفي أن نعلم أنه رضي الله عنه تمتع بفضائل ومناقب لم تكن لأحد غيره وهذا منذ مطلعه ونشأته وحتى استشهاده رضي الله عنه علي هو ربيب بيت النبوة يعني الرجل أو نقول الفتى الذي نشأ في حضانة خير البشر وخاتم المرسلين وسيد المربين صلى الله عليه وسلم وهذه قصة بدأت قبل النبوة لأنه كانت أصابت قريش أزمة شديدة وكان أبو طالب أبوه كان أبو طالب يعني ذا عيال كثيرة فاقترح النبي صلى الله عليه وسلم على عمه الآخر اللي هو العباس بن عبد المطالب وكان ثاريا اقترح عليه أن يخففه عن أبي طالب فيتكفل كل واحد منهم بولد من أولاده وبالفعل هو ما كان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه أيضا فنشأ عليه في بيت النبي ونشأ جعفر في بيت العباس وكذلك نشأ عليه في بيت يعني في رعاية خير البشر ولهذا طبعا لم يكن غريبا أن نرى شخصية عظيمة صلبة ذات إرادة منذ مطلعها فهو أول من أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان وسنرى تمسكه بالإسلام ونفوره من كل كفر حين يتحدث هو عن أبيه أبي طالب يعني لما سيدنا علي يتحدث عن أبيه أبي طالب وهو ما يزال فتى صغيرا لا يعني لما مات أبو طالب في سنة عشر من البعثة ذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه يعني من يدفنه فقال له النبي اذهب فواره فقال علي إنه مات مشركا فقال له النبي اذهب فواره فيعني هنا تأمل كيف تحدث عن أبيه تأمل كيف راجع النبي في أنه لا يواريه لأنه مات على الكفر وعلى الشرك وهذا مع إنه أبو طالب قدم للإسلام خدمة عظمى لا يمكن لأحد أبدا أن يقدم مثلها لأنه أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة وبقي متمسكا بهذه الحماية عشر سنوات هي العشر سنوات التي نمى فيها الإسلام هذا التجرد للإسلام من سيدنا علي وهذا الإخلاص للإسلام يعني كان طاغيا عليه كان لا يريد أن يواري أباه إلى أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الموازنة بين عمق الإيمان وبين وفاء الحقوق التي في الدنيا ومنها حق الأباء على أبنائه فهذا الموقف يثبت لنا كيف تشرب علي الإيمان منذ مطلعه حتى أنه فارق فيه أباه وكاد أن لا يواريه حين مات لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي رضي الله عنه بهذه المهمة المعروفة اللي هو أن يبيت علي في فراش النبي وذلك تمويها للمشركين وهذه الخطوة هي الخطوة التي مكنت النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج من مكة بسلام حتى وصوله إلى أول محطات الهجرة في غار ثور يعني كانت عملية أمنية وكان هو أهم مرحلة في هذه العملية الأمنية تقريبا ثم كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانات التي كانت لأهل مكة عنده وقد أداها رضي الله عنه ثم هاجر إلى المدينة ماشيا يعني هو في أمر الهجرة هذا تحققت له هذه الفضائل الثلاث أنه بات في فراش النبي وأكمل بذلك الهجرة وأنه أدى الأمانات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه هاجر ماشيا وهذه فكرة الهجرة إلى المدينة ماشيا ليست بالأمر السهل يعني المسافة بين مكة والمدينة حوالي خمسمائة كيلو متر وإحنا يعني لو دخلنا على موقع للخرائط وحاولنا نحسب اللي هيمشي من مكة إلى المدينة هيمشي إزاي فسنرى أنه المرء يقضي ماشيا في هذه المسافة أكثر من مئة ساعة وبالفعل لما وصل علي رضي الله عنه إلى المدينة كان نعلوه قد تهرأ وكانت أقدامه تجرحت وسهل منها الدم وفي المدينة سبدأت حياة أخرى لسيدنا علي رضي الله عنه طبعا هو الآن صار شابا فمن أبرز مناقبه في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أصغر بناته وأحبهن إليه فسيدنا علي تزوج من فاطمة وفاطمة هي سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء أهل الجنة كما ثبت في الصحيحين وأنجب منها علي رضي الله عنه سبطي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ومنهما نسل رسول الله يعني فلم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ولد من غيرهما من غير الحسن والحسين كافة أولاد بناته قد ماتوا وطبعا نحن عارفين أن أولاد النبي ماتوا وهم صغار لما تزوجوا فيعني كل منتسب للرسول صلى الله عليه وسلم هو من نطفة علي رضي الله عنه في المدينة ظهر سيدنا علي ظهر الرجل الذي جمع بين تشرب العلم والفقه وبين بطولة الجهاد والقوة العسكرية فإذا ذكر العلم ذكر علي وإذا ذكرت الحرب أيضا ذكر علي فهو بتعبير المعاصرين صاحب السيف والقلم وصاحب البيان والسنان فسيدنا علي قادة سنراه يعني إذا تتبعنا مرحلة سيرة سنراه قادة عدد من السرايا العسكرية التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل تمت على غير وجه لكن منقبته الكبرى في باب الجهاد كانت في فتح خيبر طبعا خيبر هذه لها وضع خاص يجب أن نفهمه لكي نفهم منقبة فاتحها العظيم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خيبر هذه كانت المعقل الأكبر لليهود في الجزيرة العربية وبقيت مركزا للمؤامرات ضد الدولة الإسلامية في المدينة يعني كان يهود المدينة الذين غدروا ونقضوا العهد ومثقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كانوا يلجأون إلى خيبر وفي خيبر كانت يعني كان مركز تخطيط ومركز تمويل ومنها خرجت أخطر غزوة على الدولة الإسلامية اللي هي غزوة الأحزاب يعني منها خرج من خيبر حياي بن أخطب وسلامة بن أبي الحقيق وهؤلاء أنشأوا التحالف بين مكة وغطفان وتعهدهم بتمويل هذه الحرب بدفع نصف ثمار خيبر يعني نصف الثروة اليهودية ضحى بها اليهود لمحاولة إنهاء الدولة الإسلامية وبالفعل كانت هذه الهجمة هي أشد الهجمات على الدولة الإسلامية كادت تجتاح عاصمة الدولة الإسلامية حتى وصفها الله تبارك وتعالى بقوله هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وكفى بوصف الله تبارك وتعالى تعبيرا على هذه الشدة ثم من الله على المؤمنين بفشل هذا التحالف كما هو معروف في قصة غزوة الأحزاب لذلك خيبر كانت تعتبر ثاني المعاقل الخطيرة الساعية لإنهاء الدولة الإسلامية في المدينة بعد قريش في مكة يعني قريش كانت المعاقل الأول وخيبر كانت المعاقل الثاني وأيضا خيبر كانت ذات زرع وخصب فهي قادرة على التمويل يعني ليس فقط التخطيط وإنما التمويل ولذلك فما إن وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع مكة حتى كانت خيبر هي أهم المناطق التي يجب إنهاءها فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أقل من شهرين من صلح الحديبية وكانت خيبر يعني كما هو معروف في غزوتها سبعة حصون والحصون منيعة وفعلا يعني أعسرت المسلمين في فتحها وأبطأت على المسلمين في فتحها ووجدوا فيها عنة شديدا ويعني في لحظة من لحظات هذا العنة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الكبير قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه هنا تشوف الصحابة وتعلقوا بهذا المقام يعني رجع كل واحد منهم أن يكون هو هذا القائد المقصود الذي يعطى الراية فلما جاء اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي علي بن أبي طالب فنظروا وقالوا يا رسول الله إنه مريض كان لديه رمض في عينه يعني كان مرمد العينين فقال النبي اتوني به واتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئة ثم أعطاه الراية وفتح الله على يده خيبر طبعا لا تزال حتى الآن حلو من يراود اليهود ويراودهم أن يرجعوا إليها وحتى قل دمائير رئيس الوزراء الإسرائيلية بعد انتصارهم في حرب 67 كان لها كلمة مشهورة كانت تقول إني لأشم رائحة أجدادي في خيبر المهم نواصل معكم مع مناقب علي رضي الله عنه بعد هذا الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا معكم في التعرف أو في التذكر في تذكر شخصية إمامنا ومولانا وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكنا وقفنا عند منقبته الكبرى في الجهاد اللي هو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه أيضا طيب كانت له أيضا سيدنا علي منقبة أخرى ولكن هذه في الإدارة المدنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك في غزو الروم جعل علي خليفة له على المدينة يعني هو النائب الذي يدير أمر المدينة في أثناء غياب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه النفس الباسلة الفدائية نفس سيدنا علي بن أبي طالب شق عليها ألا تشارك في الجهاد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خلفتني في النساء والصبيان فهنا قال له النبي هذه المنقبة الجديدة قال له النبي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعتي لأنه سيدنا موسى ترك هارون بعده على بني إسرائيل حين ذهب للقاء ربه كما أخبرنا القرآن الكريم فانظر هنا أنه منزلة سيدنا علي من النبي صلى الله عليه وسلم هي منزلة هارون من موسى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب في صدر الصحابة في مقدمة الصحابة فهو من أهل الشورى المقربين في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ولذلك نراه يعني حيننا نتتبع أخبار أبي بكر نراه عاليا في مجلس الشورى لأبي بكر فلما مثلا أبو بكر قرر أن يبدأ في فتح الروم وجدنا عاليا يدلي بالرأي في قرار فتح بلاد الروم وكذلك كان قبل ذلك يقود الدفاع عن المدينة ضد هجمات المرتدين نحن عارفين أول ما تولى سنة أبو بكر حصلت معركة ردة فهجمات المرتدين هذه قاد صدها أحيانا سيدنا علي بن أبي طالب في عهد سيدنا عمر تولى علي رضي الله عنه القضاء وهناك العديد من القضايا والنكات والمعضلات والمسائل الدقيقة التي كان يفصل فيها علي رضي الله عنه بدقيق علمه حتى اشتهر قول سيدنا عمر فيه لا حرامنا الله منك يا أبا الحسن وقوله كم من معضلة ولا أبا الحسن لها فلأن سيدنا علي تمتع بثقوب الذهن فضلا عن قوة العلم ولذلك جعله سيدنا عمر في الشخصيات الستة التي رشحها للخلافة من بعده كان عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسرعان منحصر الاختيار بينه وبين سيدنا عثمان رضي الله عنه فعرفنا بذلك أنه رابع الصحابة مقاما ومكانة وفضلا وكان سيدنا علي في عصر عثمان مثل ما كان قبل ذلك في عصر الشيخين في أرفع مكان وثم قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا في الفتنة المعروفة وطبعا هذه النازلة القاصمة وهذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ الإسلام جريمة فجعت الصحابة ونشرت الحزن والغضب في مجتمع المسلمين فهنا نرى أن الله تبارك وتعالى ادخر سيدنا علي بن أبي طالب لهذه المهمة العظيمة من بين مهمات الخلفاء الراشدين وهي مواجهته الفتن الداخلية فمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استمد المسلمون فقهم في التعامل مع المعارضة السياسية والمعارضة المسلحة يعني هنا يجب أن نقف وقفه النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته وقد بيّن لها الدين فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة والمثال وكان تصرفاته في الأمور جميع الأمور هي السنة المتبعة ومن هذا البيان والتمام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن سنة الخلفاء الراشدين هي أيضا سنة يجب اتباعها بل والعض عليها بالنواجه يعني في الحديث المشهور للوحديث سيدنا العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم يعني ضمن هذه الوصية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجه نحن عندما نتأمل هذه الوصية فسنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا القدوة للمسلمين في الفقه السياسي الفقه السياسي هذا حين لا يوجد نبي يعني الخلافة الراشدة هي العهد أو هي الفترة أو هي العصر الذي نتعلم منه كيف ندير حياتنا بعد انقطاع الوحي وكيف يحكم المسلمون أنفسهم برجال لن ينزل عليهم الوحي ولن يصحح لهم الوحي ما أخطأوا فيه وكيف يمكن للمسلمين أن يتعاملوا مع هذا الحاكم اللي هو رجل مثلهم يعني هو بشر يجتهد ويخطئ يحتاج للنصح والتقويم ثم كيف يتعامل الحاكم نفسه مع المعارضة السلمية أو المعارضة المسلحة لأنه الاعتراض عليه أو على سياسة هذا الحاكم ليست اعتراضا على نبي ولا اعتراضا على وحي السماء مثلما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا كان لابد من فترة تمثل القدوة في غير عصر النبي وزمنه اللي هي فترة الخلفاء الراشدين لأن سنتهم سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا النبي باتباعها هي سنتهم في الحكم والسياسة يعني هم الخلفاء الراشدين ليست لهم سنة في الدين أو في العبادات أو في الشعائر وحتى لذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الخلفاء سنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهدين لم يقل سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان إنما هذا اللفظ لفظ الخلفاء هو اللفظ السياسي الذي نفهم منه أن سنتهم في السياسة هي السنة المبتدعة ولذلك أيضا من تمام هذا البيان شمل عصر الخلافة الراشدة كافة مراحل الدولة يعني التأسيس مرحلة التأسيس كانت في عهد أبي بكر مرحلة النمو والتوسع كما في عهد سيدنا عمر مرحلة الرخاء والازدهار كما في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه مرحلة الفتن والضعف أيضا كما في السنوات الأخيرة من عهد سيدنا عثمان ومن عهد سيدنا علي رضي الله عنه ولأن سيدنا علي مبرز في السيف وفي القلم في العلم وفي الحرب فهو ذروة في الفقه وذروة في البطولة والشجاعة فلذلك هيئه الله تبارك وتعالى لهذه الفترة العصيبة اللي هي فترة الفتن فمنه تعلمنا كيف يكون الخلاف مع المسلمين وكيف يكون فقه القتال مع المسلمين حين يقع بينهم القتال ومن سنته رضي الله عنه عرفنا كيف يكون التعامل مع الفرق الضالة التي تخرج من الدين أو تخرج على جماعة المسلمين سواء تخرج بغلو أو تأويل أو حتى زندقة مستترة وهنا سنرى في سيرة علي بن أبي طالب أمرا عجيبا بل هو يعني يعتبر معجزة لعلينا رضي الله عنه إن فرد بها بين الحكام عبر التاريخ يعني سيدنا علي هو الرجل الحاكم الذي حفظ حقوق من كفروه وخرجوا عليه في الوقت الذي هو نفسه أحرق من غلوا فيه وقدسوه وأن لهوه يعني الطبيعي المعتاد المعروف المشهور في كل الدنيا إن الحاكم يقرب إليه من وافقه ومن تابعه ويكون أحب ما عليه إن هذا التابع يغلو فيه ويقدسه ولا يعني يرى طاعته دينا ومن المعتاد إنه يشتد ويبطش بمن خالفه وناوشه وخرج عليه لكن سيدنا علي رضي الله عنه لم يكن من حكام الدنيا سيدنا علي لم يكن من حكام الدنيا كان من حراس الدين ولذلك هؤلاء الخوارج الذين كفروا علينا رضي الله عنه وخرجوا عليه وإنحازوا إلى قرية حرورة أخبرهم علي بحقوقهم فهو الذي قال لهم لكم علينا ثلاث ألا نمنعكم مساجد الله وأن نعطيكم من الفيئ ما دامت أيديكم في أيدينا يعني إذا اشتركتم في حرب أو في فتح فلكم سهموكم وأن لا نبدأكم بحرب حتى تبدأون هنا طبعا ليجب أن نعرف أن سيدنا علي ما كان يقول هذا الكلام عن ضعف حاشاه بدليل أنهم يعني حين أحدثوا القتل ورفضوا تسليم القاتل هؤلاء الخوارج قاتلهم سيدنا علي في الموقع المشهورة من موقعات النهرون فأبادهم أبادهم إلا نفرا قليلا فلم يكن يعني تعريفه لهم بحقوقهم من الضعف بل هو من الفقه رضي الله عنه على النقيم من هذا نراه في التعامل مع من غلى فيه قيل له يوما إن هاهنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فقال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكلوا الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيت الله خشيت أن يعذبني فارجعوا فالمهم أبوا فأمهلهم ثلاثة أيام فلما رأهم لا يتوبون حفر لهم أخدودا يعني حفرة في الأرض طويلة وأوقد نارا فيها وألقاهم فيها وهنا قال بيته الشهير المحفوظ عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت خنبرة خنبرة هو اسم خادمي سيدنا علي رضي الله عنه فيعني هنا ترى أن سيدنا علي كيف أعطى حقوق من كفروه وخرجوا عليه وكيف أحرق من قدسوه وأله أشد من ذلك إن سيدنا علي رفض أن يغلو أحد فيه بأقل من هذا يعني رفض أن يفضله أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنه وهو القائل لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنه إلا جلدته حد المفتري فهذا أيضا يعطيك يعني كل حاكم يتمنى أن لو كان هو أرفع مقاما من الذي سبقه بل كل حكامنا يعني إذا دهمتهم أزمات يحيلونها على من سبقهم فلكن سيدنا علي رفض أن يفضله أحد على أبي بكر وعمر وجعل عقوبة ذلك الجلد حد المفتري وفيما بعد يعني وصلنا إلى مرحلة استشهاده لأن استشهاده رضي الله عنه كان ضمن هذه المؤامرة الخطيرة التي نفذها الخوارج طبعا أولئك الخوارج يحسبون أنهم مثال في الدين والتقوى والحرص وهذا الغلو يعني إذا بهم يبلغون من الإسلام به ما لم يبلغه الأعداء منه يعني على يد الخوارج ده أولا ما هي القصة القصة أن أولئك الخوارج رأوا أن حل مشكلة العالم الإسلامي حل مشكلة المسلمين هو في قتل القادة الثلاثة الكبار له سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا معاوية بن أبي سفيان وسيدنا عمر بن العاص في مصر وبالفعل رتبوا مؤامرة يقتلون فيها هؤلاء الثلاثة في يوم واحد سيدنا عمر نجى لأنه مرض في هذه الليلة فصلى نائبه فقتل نائبه معاوية أصيب إصابة ظل منها شهرين مريضا ثم برئ والذي أصابته هذه المؤامرة هو سيدنا علي بن أبي طالب فاستشهد رضي الله عنه على يد أشقى الناس عبد الرحمن بن ملجم المراضي رحم الله سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة